شكرا لاختياركم قناة تقارير عزيزي الأخبار الرياضية سنسعد بعجبكم بالفيديو واشتراككم بالقناة بعد نكسة غينيا والخسارة المفاجئة لأشبال فلاديمير بيتكوفيتش وتعقود مأموريتهم في المجموعة السادسة من تصفية المونديالا سيحاول الخضر تصحيح المسار من بوابة أوغندا لتفارب النقاط الثلاثة وإبعاد الشكوك التي حامت حول خيارة المدرب وأحقية بعض اللاغبين في حمل القمس الوطنية مهمة المحاربين لن تكون سهلة على الإطلاق ضد منتخب يمتلك رصيد نفسه من النقاط ويريد أن ينافس بقوة على فصة التواجد في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها خصوصا أن المباراة ستجر على أرضه بحضور 45 ألف متفرج المباراة ستكون منقولة على المباشر على القناتين الأولى والسادسة الشبابية بداية المساعة الخامسة بعد العصر كل توفيق لعناصر المنتخبين الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر